بس أنا عايز أقول لكم حاجة إحنا لما بنعمل جدول ميزة الجدول ده إيه؟ إن إحنا بنقدر نعرف عدد الساعات ونعرف أهمية الوقت فنلاقي لنفسنا وقت نلعب فيه ومش معقول الوقت كله بيضيع كده مذكرة وتمارين ونوم وأكل ومفيش حاجة لنا ما إحنا عايزين نلعب برضو صح ما ولو إن كل ده لنا برضو كل ده صحي بس بنبقى عايزين حاجة بقى إيه فن كده صح؟ حاجة ننبسط فيها دي أقول نقطة. تاني نقطة إن إحنا لو ما عملناش الجدول ده ممكن اليوم يجري بينا وما نلاقي نفسينا مثلا ما التزمناش بالحاجات المهمة اللي علينا صح؟ صح. يعني إيه تبقوا بيحصل معاكم إن إنتوا تبقوا قاعدين كده مثلا بتفرجوا على تلفزيون وماما تقولك يلا معادل مذاكرة يلا معادل مذاكرة بتحصل صح؟ اه بتحصل لو إنتي مش عاملك الجدول ده مش هتحسي بالوقت هتقول لها طب يا ماما كمان شوية كمان شوية دي كمان شوية كمان شوية هبا جي معادل تمرين لازم تزيلوا التمرين أو هبا جي معادل نوم أو هبا جي فتلاقي اليوم كده تكربس وما تنظمش بيحصل معاكم بيحصل يا شا اه ماما بتقولك تعالي نعمل جدول ولا ما فكرتيش إيه را كنتي المرة دي تقول لها ما تروحي وتعملي أنت الجدول ولا عايزة ماما إيه اللي تعملولك هنعملوا إحنا الاتنين تعملوا إنتوا الاتنين هي هتعمل إيه وإنت هتعملي إيه أنا مثلا ممكن أعمل جدول للدروس هي هتعملي جدول النوم للنوم وجدول اليوم كله اللي هو تبقي عارفة أنت ما تصحي هتعملي كذا وبعد دي هتعملي كذا دي الحاجات الأساسية اللي بنعملها كل يوم ودي اللي هنعملها في جدول ونعلقها وبعدين كوة كل يوم بقى ساعات بيديف حاجات زيادة يعني مثلا مثلا النهاردة هنطلع السيفي والشتوي طلعتوا الشتوي ولا لسه طلعتوا طب اليوم تطلع الشتوي ده جيف وقت مع المدرسة مع الدروس فكان لازم نكتبه عشان نبقى عارفين نحن في الساعة دي أو الساعتين دي هنطبق هدومنا الشتوي ونعلقهم ونطبق السيفي ونرجحهم شونت أو شوفوا أنتو بتشلوهم فين وكده صح؟ محتاجين للجدول ده قوي أنا عن نفسي ما عنديش جدول برسمه وبكتبه بس بكتب نوتس على تليفوني بتحي تليفوني كده في النوتس تلاقيني حاجات كده كتبه على طول إيه حاجات لبكرة كل يوم بقى بكتب بكرة ورايا كذا وكذا وكذا وحعمل كذا الساعة كذا وكذا الساعة كذا وخلص يومي فقى مبسوطة أن أنا عملت كل حاجة الجدول اللي أنتو بتعملوه مثلا مثلا بتاع الدروس لما بترجع بتعلم عليه أو بتحس أنك عملت حاجة ولا لا بتعمل كده ولا لا أه بعمل كده طب حد فيكو بيصلي؟ أه أنا بتصلوا؟ طبعا مين جدوى للصلاة؟ أنا؟ أنا لأ أنا لما عندنا قبل مثلا الأذان بنص ساعة بلبس وعندنا مسجد قريب منا بلبس وبروح أصلي ماشاء الله وبعدها بروح أراجع لبيت ماشاء الله المسجد قريب قوي من البيت تنزل وحدك يعني ولا بابا بيبقى معاك؟ لا أنا بنزل لوحدي وساعات ساعات لو بابا يصلي في المسجد بيجي معايا ونرح نهوه ماشاء الله دي حاجة جميلة جدا ده برضو لازم تحطه في الجدول بتاعت لأن ده جزء من الوقت اللي بيبقى معنا